ما هي الخطوة القادمة؟ ما هي الأمان المستقبلية من مثل هذه المشاريع في رابطة العالم الإسلامي؟ هو طبعاً سيكون كل عام نسخة جديدة من هذا المتعف في المقر الرئيس وأيضاً في الفروع القادمة بإذن الله عز وجل القادم هو أن يتوسع أيضاً هذا المتعف بفروع حول العالم في الدول الإسلامية وأيضاً غير الإسلامية وبالتعاون المباشر مع الجهات الرسمية في تلك الدول وفي الدول الغير الإسلامية مع المتاحف العالمية أيضاً والتي رحب بعضها حتى الآن بهذا المتحف متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية تحدثنا عن أن هناك فرعاً أيضاً مهماً وكبيراً في جاكرتا خصصة أرض كبيرة في موقع سياحي استراتيجي في جاكرتا أيضاً خصص لنا أرض في باكستان وبإذن الله عز وجل سيكون هناك أيضاً تخصيص قادم في عدد من حواصم الدول الإسلامية وكما ذكرنا سيكون هناك تعاون مع جهات رسمية ولسيما متاحف عالمية في دول غير إسلامية سيكون هذا المتحف رسالة للعالمين عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الحضارة الإسلامية تتحدث للناس جميعاً بأحدث أساليب التقنية الحديثة لتبين للجميع كيف هي الرحمة الإسلام كيف هي قيم الإسلام الداعية للوئام والسلام والحوار وأتفعهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة